في عالم الطيران الحديث تعتبر الطائرات وسيلة نقل آمنة وموثوقة إلا أن هناك ألغازاً غامضة لا تزال تحير الخبراء وتثير الفضول حول العالم على مدى السنوات السبعين الماضية اختفى ما يقرب من تسعين طائرة ركاب دون العثور على أي أثر لها حتى الآن فما الذي يحدث في سمائنا؟ منذ بداية عصر الطيران التجاري شهد العالم حوادث جوية متنوعة بعضها كان يمكن تفسيره بسهولة والبعض الآخر ظل لغزاً محيراً هناك عدة سيناريوهات قد تفسر اختفاء الطائرات منها الظروف الجوية القاسية قد تواجه الطائرات عواصف شديدة أو اضطرابات جوية تؤدي إلى فقدان السيطرة والتحطم في مناطق نائية الأعطال الفنية الأعطال المفاجئة في الأجهزة الحيوية للطائرة قد تؤدي إلى حوادث مميتة العوامل البشرية الخطأ البشري أو العمليات الإرهابية قد تكون جزءاً من الأسباب المحتملة من بين الحالات الشهيرة تظل حادثة طائرة ماليزية إيرلاينز الرحلة الثلاثين وثلاثين واحدة من أكثر الحوادث غموضاً اختفت الطائرة في ثماء مارس 2014 أثناء رحلتها من كوالالنبور إي إلى بكين ورغم الجهود الدولية المكثفة للبحث عنها لم يتم العثور على الطائرة بالكامل حتى الآن مع تقدم التكنولوجيا أصبح من الممكن تحسين عمليات البحث والإنقاذ الأقمار الصناعية الحديثة والتقنيات المتقدمة في تحليل البيانات والطائرات بدون طيار تلعب دوراً كبيراً في محاولات العثور على الطائرات المفقودة ومع ذلك يبقى التحدي كبيراً رغم الغموض الذي يحيط بهذه الحوادث يستمر الأمل في العثور على إجابات تظل فرق البحث والإنقاذ الدولية ملتزمة بمحاولاتها مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والتعاون العالمي وحتى ذلك الحين تبقى هذه الحوادث تذكيراً دائماً بمدى غموض وكبر عالمنا ترجمة نانسي قنقر